ما أن يحل العام الدراسي في اليمن إلا وتتجدد معاناة أولياء أمور الطلاب سواء في المناطق المحررة أو تلك الواقعة تحت صيدرة ميليشيا الحوثي فالعودة إلى المدارس أصبحت كابوسا يؤرقهم في سبيل تأمين احتياجات فلذات أكبادهم لاستكمال مشوارهم التعليمي ورغم مجانية التعليم لأن أسعار الرسوم الدراسية والمستلزمات المدرسية وصلت إلى أرقام خيالية في المناطق المحررة ليصل سعر الزي المدرسي إلى نحو 15 ألف ريال والكراس الواحدة 500 ريال وتعدى سعر الحقيبة السقفى 10 ألاف ريال بخلاف باقي المستلزمات من الأقلام وغيرها للطالب الواحد فكيف إذا احتوت الأسرة على عدة أطفال فضلا عن وصول سعر الكتاب إلى ألف ريال حالة ارتباك غير مسبوقة يعيشها أهل الطلاب بسبب صعوبة توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم وزيادة رسوم المدارس الأهلية والخاصة وكثرة المتطلبات المختلفة للعام الدراسية الجديد ويخوض أولياء الأمور معارك شارسة مع الحياة من أجل البقاء على قيدها خصوصا في مناطق سيدرة ميليشي الحوثي التي لم تتوقف عند أي حدود في مضاعفة حجم المأساة وسعيها لتقويض العملية التعليمية برمتها الميليشيا كسرت كل قوانين التعليم ولوائحه التي تنص على أن التعليم خدمة مجانية من الدولة لمواطنها ووضع شروضا مشحفة على الطلاب من بينها فرض رسوم شهرية بمزاع مرتبات للمعلمين بواقع أربعة ألاف ريال للفصل الواحد كمساهمة مجتمعية و1500 ريال عند التسجيل و1000 ريال شهريا ورغم كل ذلك إلا أن المعلمين باتوا مسلوبية الرواتب ما تفعل أغلبية منهم إلى الإضراء باحتجاجا على انقضاعها منذ ثماني سنوات الاتجار بالكتاب المدرسي في السوق السوداء هم آخر يضاف على كاهل الأسرة حيث يبدأ سعر الكتاب الواحد من 500 ريال إلى 1000 ريال ويشكو أولياء الأمور الحالة الذي آل إليه التعليم الذي أصبح سلعة يتاجر بها في مقدمتهم ملاك المدارس الأهلية التي تتجاوز رسومها فوق سقف المائة ألف ريال على الطالب الواحد منظمة اليونسف قدرت عدد الطلاب المتسربين من التعليم بأكثر من مليونين و700 ألف من إجمالي 10 ملايين و600 ألف طالب وطالب في سن الدراسة باليمن ويحتاج نحو 8 ملايين و500 ألف إلى مساعدات مدرسية فضلا عن التدمير الذي طال مئات المدارس نتيجة الحرب وبحسب تربوين فإن الأوضاع المعيشية الصعبة للأسر قد تؤدي في السنوات المقبلة لانهيار التعليم في اليمن وانتشار الأمية بين الأجيال ترجمة نانسي قنقر